ايراني طلع امير عبد الاهيان وقال امبارح قال والله ده في مؤتمر صحفي ده موضوع يعني محدش يدرين فيه يعني مؤتمر صحفي امبارح قال والله احنا بلغنا امريكا وبلغنا دول اخرى وبلغنا دول في المنطقة ان احنا سنوجه ضربة عسكرية على اسرائيل وحددنا التوقيت ده مين اللي قال كده وزير خارجية ايران امبارح في مؤتمر صحفي عظيم واتكلمنا فيه امبارح امريكا قالت انه البنتاجون كان يعلم بالهجوم الايراني على اسرائيل وتوقيتاته اماكنه والاماكن بتاعته الادارة الامريكية بما فيهم الرئيس الامريكي وحتى الاسرائيليين قالوا ان احنا كان عندنا المعلومات الكاملة حول الهجوم الايراني على امير عبد الاهيان قدامك اهو ايران ده وزير خارجية اللي بيتكلم مش حد تاني ابلغنا واشنطن وجيراننا قبل 72 ساعة من الهجوم على اسرائيل يبقى مين اللي قال كده وزير خارجية ايران قال الكلام ده مبارح ثم الاسرائيل قالوا ان احنا كمان كنا عارفين والامريكان قالوا ان احنا عارفين والاوروبيين قالوا ان احنا كنا عارفين كل هذه التفاصيل وكل كلام ده مبارح طب ماذا جرى اليوم بعد ما اتضح انه الموضوع مترتب وانه الحكاية حفظ ماء الوجه طلع المتحدث اليوم باسم الخارجية الايرانية نفى كلام وزير الخارجية اليوم مؤتمر صحف النهاردة كنت بتابعه متحدث باسم الخارجية الايرانية النهاردة قال لا احنا بلغناش حد ومحدش كان يعرف بتوقيت الضربة ولا غير ولا غيره ده النهاردة بعده بتلات ساعات خليوا بالكوا التوقيتات والله حصل مبارح والنهاردة البيت الابيض الامريكي قال ان احنا لم نكن نعلم باي شيء ولا الايرانين ابلغونا ولا حد بلغنا ولا قالونا الاماكن ايه ولا التوقيتات ولا الاهدام كل اللي قالوه نفوه لانه ده وضع ايران في العالم كله قدام مشكلة وضع ايران كمسؤولين وامام شعبها كمان وامام الرأي العام كله ان انت ازاي بتقول ان انا برد وان انت بتوجه وان انت بتتعامل مع اسرائيل وانت بتعاون مع اسرائيل وتبلغ المعلومات قبل ان ترسل المقاتلات بتاعتك او توجه ضربات بتاعتك البيت الابيض النهاردة قالك لا ان احنا ايران كانت عايزة احداث ضمار هائل وانه وان احنا لم نكن على علم بمسبق بما ستقوم بيران ده البيت الابيض النهاردة ده الرئيس نفسه قال بايدن بايدن قال ان انا كنت عارف البنتج والنفسهم قالوا ان احنا كنا عارفين الخارجية قالت ان احنا كنا كله قال يعني سؤولين امريكان كلهم قالوا كنا على علم بكل التفاصيل عشان كده طلعنا المقاتلات بتاعتنا وعملنا الجهازية بتاعتنا والساعدات بتاعتنا وبلغنا اسرائيل واسرائيل قامت في التوقيت المحدد لو كان الصواريخ توصل بعد نص الليل فهم استعدوا منتصف الليل ولما اغلاقوا المطارات عندهم الساعة واحدة اغلاق المطار كان مع قرب وصول الصواريخ ليهم موعدة ضربة ايران تتراجع الرواية ايوة برافو عليكم هو ده ده اللي حصل النهاردة شفتوا لسه بقول لكم هو للمؤتمر الصحف كنت بتابع متحدث باسم الخارجية الايرانية بينفي كلام وزير الخارجية يعني وزير الخارجية طلعن براف المؤتمر الصحف يقول ان احنا بلغنا يطلع المتحدث النهاردة يقول ان احنا بلغناش انه ما حصل انتو متخيلين اللخبطة اللي حصل اللي حصل فيها الموضوع نتيجة لإيه لكن هو في الآخر هو الحقيقة انهم بلغوا لان الاطراق الاطراق اللي كانوا طرف طلع مسؤولين اطراق تركيا كانوا الطرف في الموضوع تم ابلاغهم من جاء وقطر لانه تم ابلاغ قطر وتركيا يبلغوا الامريكان بموعد الضربة بتفاصيل الضربة بالخطط كلها وبطبيعة الحال الاسرائيليين عرفوا مش عرفوا الاسرائيليين كانوا على العلم بكل شيء امبارح قلت لحضراتكم هنا في هذا البرنامج المتحدث باسم نتنياهو امبارح طلع اتكلم او بعد امبارح قال ان احنا كنا عارفين وكان عندنا المعلومات بالكامل الخاصة به تفاصيل الضربة وتفاصيلها وكل شيء اده ادي الموقف يا جماعة قدام حضراتكم ما بين وزير خارجية ايران يعلن ابلاغنا واشنطن والجيران والجيران قبل 72 ساعة من الهجوم وما بين اليوم التراجع من جانب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بيقول كلام وزير خارجية ايران من الصحيح خلي بالكم من الموضوع وصل لحد فين في ايران يعني وزير الخارجية قال ان احنا بلغنا يطلع المتحدث باسم الخارجية الايرانية النهاردة يقول ما بلغناش التراجع اللي تم النهاردة والامريكان اللي قالوا ان احنا كنا عارفين يطلعوا الامريكان تاني النهاردة يقولوا ما نعرفش لانه خلي بالكم ده عامل في اطار وده خلي بالكو أجهزة الإخبارات في العالم بالكامل مع أجهزة مع المؤسسات مع الجيوش في العالم مع القادة في دول العالم من مبارح لحد دلوقتي لازم كل تفصيلة تتعلق بهذا الأمر تتشاب كويس قوي تتراجع بدقة كويس قوي تتحلل بكل تفاصيلها أن أنت بتتكلم على عملية رد انتقامي هجوم لأول مرة بيحصل من داخل إيران إلى إسرائيل وفي أول هذا الهجوم وهذا التحرك بتتكلم وبتبلغ وبتقول أنت هتعمل إيه وفي الأخر لم تحقق أي نتائج والنتيجة لده حصل التراجع اللي حصل النهاردة هذا هو لم تكن لدينا ترتيبات مع أطراف أخرى قبل الهجوم على إسرائيل كل الكلام خلي بالكو الكلام ده من صحيح هو ده نتيجة للي حصل بعد الضربة والإبلاغ والإعلام إن احنا بلغنا وإن احنا قلنا وإنه بلغنا وقلنا للأطراف وقلنا لأمريكان والإسرائيل العرف وقادي الخارجية الإيرانية النهاردة المؤتمر الصعف اللي كان النهاردة لم تكن لدينا ترتيبات مع أطراف أخرى قبل الهجوم على إسرائيل في حين وزير خارجية نفسه قال إن احنا كان عندنا ترتيبات وإن احنا بلغنا وإن احنا قلنا للأمريكان وقلنا لغيرهم وفي وسطاء وتم إبلاغ الوسطاء هذا الأمر خلي بالكوا له هيكون ليه تدعيات كبيرة جدا يمكن ده كمان بيخلي النهاردة إسرائيل بتاخد الإجراءات وبتاخد القرار اللي مجلس الحرب اليوم ولكن